كم من المرات برر العرب تقصيرهم بذريعة نفوذ اللوبي اليهودي في أمريكا؟ وكان آخرون يردون عليهم؟ ولماذا لا تنشئون أنتم أيضاً لوبي عربي في واشنطن؟ ولكن يبدو أن حقيقة الأمر بعيدة كل البعد عن مجرد تشكيل جماع الضغط على شاكلة الإيباك فهذه المنظمة تعمل في واشنطن منذ عقود وتسعى إلى حشد الدعم والتأييد لإسرائيل في صفوف الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونغرس وفي وسائل الإعلام وليس من الغريب إذن أن نرى أقطاب السياسة الأمريكية يتسابقون لحضور المؤتمر السنوي لإيباك وتأكيد دعمهم لإسرائيل فعل حقاً تتمتع الإيباك بنفوذ كبير في الولايات المتحدة أم أن الأمر لا يتعدى كونه عملاً ممنهجاً ومستمراً مثل ما تفعل جماعاته ضغط أخرى أمريكا وإسرائيل نفوذ اللوبي اليهودي بين الحقيقة والخيال موضوع حوارنا الليلة على سكاي نيوز عربية ونستضيفه فيه من لندن أستاذ العلاقات الدولية بجامعة لندن ومؤلف كتاب أوباما والشرق الأوسط الدكتور فواز جيرجس معنا أيضاً من واشنطن رئيس فريق العمل الأمريكي من أجل فلسطين الدكتور زياد العسلي بإمكانكم أيضاً المشاركة معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على تويتر وعلى فيسبوك أرحب مرة أخرى بضيفي أبدأ معك بروفيسور جيرجس مساء الخير مرحباً بك الحديث منذ سنوات وعقود عن الإيباك ومدى النفوذ الذي يلعب هذا اللوبي هذه جماعة الضغط على صانع السياسة في أمريكا على الإدارة على الكونغرس على وسائل الإعلام هل بالفعل هذه المجموعة لها نفوذ مختلف عن جماعة الضغط الأخرى أم أنها مسألة مبالغ فيها إلى حد ما في الواقع لا يمكن إنكار الدور المهم والتأثير المهم الذي تلعبه منظمة إيباك وحلفاء إسرائيل ككل في الداخل الأمريكي ولكنني أيضا أعتقد أن منظمة إيباك هي جزء لا يتجزى كما أنت تفضلت من منظومة سياسية وثقافية وأعلامية ومالية تتواصل مباشرة مع أعضاء الذين يتخذون القرار في البيت الأبيض وخاصة في الكونغرس حيث مركز نفوذها إذن لا يمكن التقليل من أهمية التأثير الذي تلعبه إيباك كمنظمة كاللوبي الصهيوني ولكنني أيضا أعتقد أن هذا التأثير مبالغ فيه للغاية لعدة أسباب يمكن أن نشرحها لاحقا في هذا البرنامج السبب الأول السبب الأول حقيقي لأن العامل الداخلي الداخلي مهم جدا في عملية صياغة السياسة الخارجية الأمريكية إيباك هي ليست فقط المنظمة الوحيدة التي تحاول التأثير في السياسات الخارجية الأمريكية ولكنها استطاعت من خلال حوالي أربعين سنة أن تتواصل مع شرائح ثقافية وانتخابية وإعلامية وسياسية وتعطي الانتباع أنها قوة ضاربة تستطيع الحقيقة حسم أي معركة في الداخل الأمريكي بالنسبة للملف الإسرائيلي الفلسطيني بالتحديد دكتور عسلي مساء الخير مرحبا بك معنا في هذا الحوار أنت ناشط منذ فترة طويلة تعمل مع فريق العمل الأمريكي من أجل فلسطين وأيضا عملت مع الـ ADC اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز تعرف تماما مدى النفوذ الذي تتمتع به جماعات مثل الإيباك في الولايات المتحدة البعض يقول أن إسرائيل ليست مسألة ليست ملف من ملفات السياسة الخارجية في الولايات المتحدة بل هي مسألة داخلية بحتة وبالتالي من هنا ينبع هذا التأييد الذي تحصر عليه إسرائيل لدى أوساط صناعة القرار في الولايات المتحدة هل بالفعل إسرائيل قضية داخلية وينظر إليها السياسي الأمريكي على أنها قضية داخلية؟ للإجابة على هذا السؤال أعتقد أن علينا أن نعرف كيف يعمل النظام السياسي الأمريكي ونقول في هذا السياق أن إيباك تمكنت بانتياز من أن تفهم جميع الزوايا وأبعاد صناعة القرار السياسي في أمريكا وبنت على هذا الأساس خطة متكاملة عبر العقود منذ أن تأسس سنة 1951 قانونيا و1953 عمليا فنحن نتكلم عن ستين سنة من العمل المتواصل لبناء هذا الجهاز القوي المتناشر في جميع أنحاء أمريكا لديها مئة ألف عضو وميزانيتها التي بدأت بشكل متواضع وبدأنا بالعمل السياسي بالإي دي سي منذ خمسة عشر سنة ارتفعت منذ ذلك الوقت من 14 مليون لمئة أربعين مليون دولار سنويا الآن فهي منتشرة وتعمل في العملية الانتخابية وفي التأثير على الكونغرس وفي التأثير على الهيئة التنفيذية بالحكم وفي الصحافة والإعلام وإلى آخره وتحضير الشباب للدخول في المؤسسة السياسية في أمريكا فهذا عمل متواصل ويجب أن ننظر إليه بنوع من الرغبة في الدراسة والعلم والتعليم والمعرفة لكي نبني شيء مشابه أولا أعتقد أن مقارنة المؤسسات العربية بالمؤسسات اليهودية في هذه البلد مجحفة بالنسبة للمؤسسات العربية لسبب واحد بسيط اليهود الأمريكيين حضروا إلى هذه البلاد منذ أيام كريستوفر كولومبوس وهم تبنوا عادات البلد وإلى آخره وحتى عندما بدأت الحركة الصهيونية كان يهود أمريكا في الأغلب معارضين لها لأنهم يريدون أن يكونوا أمريكان بالدرجة الأولى ولا تزال هذه صفتهم المميزة وهم يعرفون النظام ويعرفون كيف يتعاملوا معه وإلى آخره والآخره وعندما اجتاحت الحركة الصهيونية الجالية وحددت سياستها بمساندة إسرائيل كل هذه التجربة الأمريكية عبر القرون بالنسبة للجالة اليهودية استعملت من أجل دعم المهمة الأساسية ثانيا عندهم مهمة واحدة فقط مساعدة إسرائيل العرب لا أعرف بالضبط ما هي مهمة العرب على العموم كانت بالزمنات فلسطين الآن توزعت فيجب أن لا نقارن وطبعا العرب يجدون صعوبة كبرى بأن يكونوا أمريكان لازم أقول لك أحد مشاكلنا هذا بالنسبة للجيل المهاجرين الجدد ولكن الآن لدينا جيل ثالث ورابع من العرب الأمريكيين الذين انخلطوا في المجتمع وأصبحوا جزء لا يتجزأ من النسيج الأمريكي ولكن التفكير السياسي تبعهم حتى الجيل الجديد أنه نحن ضد أمريكا بدل أن نكون نحن أمريكا كما هم غيرنا وهذه العملية التي نحن الآن نعيش في هذه الفترة الانتقالية الجيل الصاعد الآن يفهم تماما ضرورة أن يعرفوا أنفسهم لأنفسهم بأنهم أمريكان ولا يحاربون البلد التي يعيشون فيها ولكن يحاولون التأثير على صرعات القرار فيها دكتور جرجس نحن لا نريد أن نقارن للإنصاف والعدل لا نريد أن نقارن الإيباك بالمجموعات العربية التي تعمل على الساحة الأمريكية لأنه من غير المنصف القيام بذلك ولكن نحن عندما نقارن الإيباك مع جماعات مصالح أخرى داخل المجتمع الأمريكي مثلا التجمعات تجمع الأرلنديين لوبي مهم أيضا يلعب بشكل فعال على الساحة الأمريكية لوبي اليوناني أيضا نفس الشيء لماذا الإيباك متميزة عن كل هؤلاء مع أن عدد اليهود في أمريكا قليل نسبيا أولا الحقيقة نقطة مهمة للغاية من غير الإنصاف أن نقارن الجاليات أو المنظمات العربية بإيباك وبعض المنظمات اليهودية الأخرى هناك فرق شاسع لأن الحقيقة الجالية اليهودية متجزرة في النسيج الاجتماعي وهو ليس فقط على نسبة عدد اليهود نسبة عدد الجالية اليهودية في الولايات المتحدة هي حوالي 2.3% أو 3% أنا أتكلم الحقيقة عن القدرة والتأثير السقافي والإعلامي والمادي والانخراط الكامل في المؤسسات الأمريكية منذ حوالي نحن نتكلم عن 100 سنة هذه نقطة مهمة جدا إذن هو ليس العدد هو طبيعة هذا التواصل والمشاركة في النسيج الاجتماعي النقطة الثانية بالنسبة طبعا هناك العديد من الجاليات الأخرى أنت ذكرت الجالية اليونانية والإيرلندية ولكن أنا أعتقد أن إيباك وحلفاء إسرائيل لأن أنا أعتقد أن تسمية حلفاء إسرائيل هي أهم بكثير من منظمة إيباك أن الجالية الوحيدة أن المنظمة الوحيدة اللوبي الوحيد الذي يمكن مقارنته إلى هذا اللوبي هو مؤسسة الجيش الأمريكية المؤسسة الجيش الأمريكية هي اللوبي الوحيد الذي يمكن أن يناذل هذا اللوبي وينتصر في أي منازلة النقطة الأخرى الحقيقة هي موضوع الجالية لأن إسرائيل ليست قضية سياسة خارجية بالنسبة لصناع القرار الأمريكيين إسرائيل هي قضية تتعلق بالنسيج الداخلي الأمريكي وإسرائيل تلعب دورا مهما في المخيلة الاجتماعية والثقافية الأمريكية لأن أهمية حلفاء إسرائيل منذ حوالي أربعة أو خمس عقود أنهم ثبتوا في العقلية الأمريكية في المخيلة الأمريكية أن إسرائيل شبيهة جدا في الولايات المتحدة إسرائيل هي الحقيقة بطبيعة مثل أمريكا دولة نشئت من العدم استطاع هؤلاء الرحل هؤلاء الزوار هؤلاء الذين قدموا من أبناء الأرض الأخرى أن يؤسسوا إلى مجتمع ودولة ناجحة وإقتصاد ناجح أنت تذكر زيارة ميترومني المرشح الأمريكي الجمهوري عندما ذهب إلى إسرائيل قال أن الاقتصاد الإسرائيلي الناجح هو لأن السقافة الإسرائيلية هي سقافة تشبه السقافة الأمريكية وأن الفلسطينيين فشلوا في إنشاء اقتصاد ناجح أن السقافتهم وهذا الحقيقة قدرة قدرة هي نجاحها في تسبيت بعض الأنماط بالنسبة إلى إسرائيل والعرب في الواقع الأمريكي وأيضا قدرتها الثقافية والإعلامية والمادية في المجتمع الأمريكي دكتور زياد هل يمكن الحديث عن لوبي مؤيد لإسرائيل متجانس في الولايات المتحدة؟ هناك الكثير من المنظمات اليهودية الأمريكية التي لها خلفيات عقائدية مختلفة هناك اليهود إلى اليمين هناك اليهود في الوسط وإلى اليسار هناك الآن ما أصبح يعرف بجي ستريت هناك أيضا جويش فويس فور بيس منظمات كثيرة لها توجهات مختلفة هل يمكن مقارنة هذه المنظمات بإيباك؟ أم أن إيباك في فئة خاصة بحد ذاتها؟ هي إيباك الأقوى بشوط طويل ولكن صح هناك اختلافات في وجهات النظر السياسية بين اليسار واليمين والنظر الاجتماعية والنظرة إلى علاقة إسرائيل مع فلسطين وإلى آخره ولكن كل هذه المنظمات بدون استثناء وأعيد بدون استثناء تدعي أنها أنها صهيونية وتدعم وجود إسرائيل هذا الشيء الثابع قد تنتقد إسرائيل وسياسة إسرائيل وتوسع الإسطان وإلى آخره على اليسار وقد تدعم الاحتلال وترفض الاعتراف قضية الاحتلال مننا يمينيا ولكن هناك إجماع على دعم إسرائيل فهذا شيء طبعا يسهل المهمة العامة مع الاعتراف بأن هناك أطياف مختلفة تحديدا الكلام عن إيباك برضو لازم يكون في نوع من الدقة أنا بحب العنوان تبعكم حبيت العنوان تبعكم الحقيقة والخيال لأنه فيه انطباعات جامحة في العالم العربي والإسلامي عن التأثير اليهودي والتأثير الصهيوني وإلى آخره هناك تأثيرات هذه بلد معمولة عشان اللوبي اللوبي هو جزء أساسي من العمل السياسي في أمريكا فهناك أقوى لوبي ليس اللوبي تاع اليهود ولا إيباك أقوى لوبي بهاي البلد هو اللوبي المسنين المتقاعدين ولوبي المدافعين عن استخدام الأسلحة أو اقتناء الأسلحة الأسلحة بالضبط المدافعين على الأسلحة هدوبي يعني جماعة ومع أنه أعدادهم قليلة إلينا تأثيرهم كبير طبعا لأنه بجنده الفلوس وبجنده التنظيم وبجنده المتاح المتاح لهم فإيباك بالذات يعني بدك تقول تميزت بمعرفتها المتطور للنظام لمساعدتها حتى في خلق النظام بالقضية التشريعية فهذا الشيء لازم نحطه بالسياق الأمريكي العام النظام مفتوح النظام السياسي الأمريكي مفتوح وإذا الواحد ما عارفش يدبر حاله فيه معناته لازم يتطلع ليه ليه مش عارفين ندبر حالنا فيه شاطرين الجماعة فلازم نتعلم وأنه بدون هذه الغضايا أنه حاكمين إسرائيل ومش حاكمين أمريكا طبعا تحليل دقيق لما يفعلون وما يمكن أن يفعله الجميع طيب دكتور عسل سأعود إليك بعد الفاصل يجب أن أتوقف مع فاصل قصير سأعود إليك وإلى الدكتور جرجس بعد الفاصل وسأطرح السؤال يعني الإيباك تسعى لمنح إسرائيل صفة الحليف الاستراتيجي الرئيسي وهذا يعني أنها لأن المساعدات المقدمة لها لن تتأثر مع أن الولايات المتحدة تمر بأزمة مالية خالقة هل ينجح الإيباك في تحقيق ذلك بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر